اشتركوا في القناة تي تي الحدف الاول لصالح نادي الساحل هدف مباغة هدف طبعا كانت كرة مقطوعة ومرتدة واعتقد ان اللاعب وهو راجع في هذه اللعبة يعني ما قرأ اللعبة بشكل سليم اذا طبعا يعني يتحاسب عليها مدافع نادي اليرموك في هذه اللعبة اذا علي العيسى وطبعا تلعب الكرة نشوف يعني الى ابناد اليرموك بعد السيطرة يرجح هذه الكرة بالخطأ وتوصل ولكن يسيطر عليها طبعا الى احمد تي تي وتي تي يحط الهدف الاول بكل طبعا راحة وبكل سيطرة وبكل سلاسة وبكل سهولة على طبعا وطبعا على الصافرة يتكلم مع جوزيف بانيك اذا جوزيف صعنون جوزيف جوزيف جول 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 والهدف الاول الهدف التعادل من المحترف الكاميروني من ضربة جزاء جوزيف بانيك طبعا المحترف في صفوف نادي طبعا اليرموك في الدقيقة السابعة في الدقيقة السابعة وهدف طبعا على يمين بدر الصعنون نشوف وين راح بدر الصعنون راح بناحية الشمال وبكل سهولة بشماله يوضحها بيمين اشتركوا في القناة